في أخبار جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص يعني من بعد ما كان عم يخفي شغلات من بعد ما كان ملعب في عنده أطراف في عنده شغلات بعد الجوجمنت أو بعد الكارمة اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك حب مشاعر جديدة وعم يكتشف أنه أنت الوحيد اللي حبيته وأنت الوحيد اللي يعني أعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص رح يلجأ لك بموقف من المواقف أنت رح تكون شوي شايف حالك شوي ماخد طرف أو جنب ولكن هذا الشخص رح يحتاجك فعلا في موضوع من المواضيع إن كانت معنوية أو مادية أو أي أن كان الطاقات اللي عم تظهر عندي برج السرطان كتير صار ظاهر هلا لحد يت هلا في الأسد كمان الميزان أنا بحس كمان هذا الكرت ميزان بشكل عام الطاقات عم بتكون نارية أكتر شي عم بتكون ترابية وعم بتكون كمان مائية هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة أكتر شايف في حياة عائلية خاصة للمتزوجين أو للمطلقين في رجوع في رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية في حياة أسرية حلوة خاصة للمتزوجين أو للمطلقين شايف في علاقة ثلاثية أو عائق في العلاقة عم تودع عم تحكي له باي باي لهذا العلاقة الثلاثية عم تمشي من دربكم بدون ما أنت تعمل شي بدون ما أنت تنتقم بدون ما أنت تعمل شي هي العلاقة الثالثة رح تروح لحالها في سبيلها شايفيتك كتير نجرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الأسباب هاي شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد قوتك عم تستعيد نشاطك شايفيتك راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين لورا عم تحكم الأمور عم بتكون فيه يعني الأمور في إيدك أكتر ما هي في الطرف بإيد الطرف الثاني شايفه شايفه فيه فراشة حب بناتكم مثل مسجات أمور أخبار عم توصل من طرف للتاني الشريك شايفيته عم بيكون يعني ماسك مثل خلينا نقول وردة أو شغلة لإلك مخبيها لوقت معين فشايفيتها عم توصل لك هون وأنت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط شايفه فيه عندك شوية طاقات سلبية حبيبي مو تنتون حسد على الأغلب فحاول إنك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الأمور العاطفية أو أي طاقة سلبية أخرى عادي يعني مش شيء معين شايفه فيه قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول أو تنقلب الآية والقوة تصير معاك أكتر ورح تحكم الأمور بأكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر أكبر من حجمه خلص رح تحجم الأمور رح تحجم الأشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك برج العقرب هاي الفترة عم بيحجم الأشخاص اللي حواليه هون في أمنية في زرعة أنت زرعتها قديماً ويعني نسيت موضوعها خلص يعني ما رح تتحقق وفعلاً رح تتحقق في هاي الفترة إن شاء الله ولكن زي اللي أنت خلص يعني نفسك طلعت منها أو إجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف إذا في تحذيرات معينة لبرج العقرب في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول إنها تتعطل أمورك إن كان في العمل أو في العاطف التنتين بزبط هدولة مثل الفيران شايف كيف أشكالهم إذا الصورة واضحة مثل الفيران مثل الأشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش صادقين وبترجع على الجحر تبعها يعني بتتخبى فهي بتكون خايفة منك أو خايفة منكم عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا ما في لهم أي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة ما حدا شايفها بتضلها بالجحر تبعها طول الوقت خايفة فيعني ما تخاف شي بالعكس يعني ورقة حلوة بس انهم يعني تكون حذر من هدول الأشخاص ما تطلع أسرارك تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم أهمية أبدا لا بتفكيرك ولا بطاقتك ولا حتى بأفعالك واو بيقول لك فيه إجابة لسؤال معين فيه سؤال في بالك وأنا للنصيحة اسأل هلأ السؤال عشان أحكي لك شو الإجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال تضمر على شيء فالإجابة هي نعم فبيقول لك إجابة السؤال اللي أنت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل تركت مثل لعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف أنت على شو سألت يعني يالله أعلم إذا شغل سلبية يعني شغلة ما بتفعرح إذا طلع الجواب نعم وإذا شغلة إجابية وطلعت الإجابة نعم فشي حلو بقول لك هفا يعني خلص بكفي نكت بكفي مشاعر سلبية بكفي تاخد يمكن أنت من الأشخاص كمان اللي بيشتغلوا أكتر ما هم بيهتموا بالأمور الثانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هفا استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للأشخاص اللي حابسين حالهم ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين بيقولك تأكد هاي نصائح جاي من الأنيمالز بيقولك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الأنيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقولك 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 انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتنترك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتنترك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او العثارات اللي ممكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة